السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله حياكم الله أهلا مرحبا بكم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب هذا تلخيص أو شرح إن شئتم باللغة العربية لمضمون خطبة الجمعة قبل قليل اللي كانت باللغة الإنجليزية أهلا مرحبا بكم أينما كنتم حيثما حللتم الخطبة باللغة الإنجليزية كان مضمون عنوانها لماذا البشرية بحاجة للإسلام فمثل ما يعني عودناكم الله يزيكم خير أشرف بكم جميعا وأهلا مرحبا بكم لما يصح لي بحاول قبل الخطبة الإنجليزية أو بعدها أعطي فكرة مضمونها باللغة العربية لماذا البشرية بحاجة للإسلام؟ إذا شخص واحد من اليوتيوب وشخص واحد من الفيسبوك بأكدولي إن صوتي مسموع قبل ما أكمل أكون لكم من الشاكرين شخص صوت واضح ممتازل أخي ذنيبات أو الأخت ما بعرف ما تضلت شكرا إليك الله يزيكم خير صوت واضح على الفيسبوك جماعة اليوتيوب في حدا معنا منكم؟ طبعا كالعادة الله يزيكم خير هاي إيد اليمين كاميرتي التليفون لأنها سيلفي بتعكس هاي إيد اليمين ماشي؟ الله يزيكم خير بوركتم أهلا مرحبا بكم حياكم والله طيب جماعة الفيسبوك أكدونا إذن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فكرة خلاصة خطبة الجمعة طبعا أنا أخاطبكم من كندا من مقاطعة أنتاريو مدينة أوكفيل في ضواحي تورنتو أهلا مرحبا بكم واللي معاي للمرة الأولى بيدخل على البث بشكل عشوائي بيصدف بعض المرات بيكون أنا اسمي أمجد قورشة أصلا مدرس في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية وأعمل حاليا محاضرا ومدربا ومدرسا ومستشارا للمشاكل الاجتماعية والأسرية في مركز إسلامي سمت دار فاونديشن في منطقة أوكفيل ضواحي تورنتو في مقاطعة أنتاريو شرق كندا أصل تخصصي في مجال العقيدة الإسلامية المعنى العام التخصص الدقيق هو مقارنة الأديان الأدق منه المسيحية تخصيصا حياكم الله وأهلا مرحبا بكم فربنا سبحانه وتعالى من أبواب الخير اللي فتحها إنه بخطب وبدرس باللغتين العربية والإنجليزية فلما أعطي خطبة باللغة الإنجليزية مشان بعض الناس بيسألوا طب ليش إنجليزي عربي إحنا كلنا عرب ما هو أنا عندي جمهور كبير باللغة الإنجليزية وشكرا للأخت آلاء أو الأخ علاء ما بعرف أنا بالإنجليزي آلاء أو علاء على اليوتيوب شكرا إذن بسم الله الفكرة اللي أعطيتها بخطبة الجمع هي ما ياليه النقطة الأولى اللي حكيتها إنه قلت عادة قيم الأشياء لحظوا العنوان شو هو حاجة البشرية للإسلام أنا حبيت إني أمكن إخواني اللي عم بسمعوا الخطبة من المسلمين وإخوتنا في الإنسانية من غير المسلمين اللي عم بفهموا لغتنا باللغة الإنجليزية برضو كمان أعطيهم مثال للتفكر بيا ترى لأي درجة في أدلة على أنه هذا الدين مصدر من عند الله وليس من عند البشر لا من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولا من عند الصحابة هاي كيف تكتشف؟ والآن أنتو عم تسمعوني هدفي ها هاي نعم بدلكو هدفي من هذا الدرس وهدفي كان من الخطبة من زاوية أنت كمسلم تفتخر ترتاح تطمئن وتقوم بدورك في اطلاع الناس على الكنز الذي بين يديك هذا لك إن كنت مسلما وإن كنت غير مسلم وأهلا مرحبا بكم جميعا مينما كنتوا طبعا حياكم الله إذا كنت غير مسلم هاي فرصة إليك أخي ما حدا مجبرك أنت الآن ورى الشاشة الله أعلم الله أعلم أنت في أي بلد الآن الله أعلم أختي الكريمة وأخي الكريمة أنت من أي ملة من أي طائفة بس على الأقل عم تفهم عربي دعوة إليك أنك تتفكر تشوف لأي درجة في قوة في داخل هذا النظام الإسلامي تدعوك لوضع الاحتمالية ماشي بأنه هو من عندي رب البشر وليس من عند البشر نقطة الأولى اللي حكيتها واللي حاب يتدرب كيف يعطي درس كيف يعطي خطبة كيف يأسس الفكرة النقطة الأولى كانت نقطة منطقية بدهية بسميها باللغة الأكاديمية والتدريس الفرشة التمهيدية للصنع الأرضية المشتركة بينك وبين من يستمع لك فقلت ما يلي قلت قيمة الأشياء الحقيقية تظهر عند الحاجة إلها وليس عند وقت الرفاهية فضربت مثال قلت قيمة الحقيقية للسيارة تبعتك مش بالضرورة بالمبلغ اللي دفعته ولا بجمال لونها ولا ببرستيج اللمعان تبعها ولا بالماركة تبعتها فضربت مثال قلت واحد عنده فراري يعني شباب بالأرض تقريبا معظم الشباب والرجال الكبار وأنا منهم منعشق سيارة الفراري أنا شخصيا بحب جدا شكل وهيئة وبالذات سيارة الفراري الحمرة يعني كتير ممكن ما في شب ما في رجل ما بحب سيارة الفراري متاسة سيارات الفراري التعبانة التعبانة منها اللي مالهاش قيمة أربعمائة وخمسمائة ألف دولار نص مليون هذولا التمشاية السيارات المرتبة من الفراري سبعمائة وثمانمائة ألف مليون مليون ونص واطلع يمكن أكثر إذا فيه إشي يعني سبيشل اديشن المهم فقلت هيك قلت تتخيلوا الآن لو شخص عنده سيارة فراري دافع فيها مليون ونص وعنده عائلة ركزوا معايا على المثال هذا مثال منطقي بدهي كفرشة تمهيدية لتجلب من يستمع إليك إلى نقطة مشتركة عقلية بدهية تبني عليها فكرتك أو حجتك أو دليلك أو وتفر فقلت لو أنا عندي سيارة فراري غالية جميلة لونها بجنن ماركتها بتهبلو إلى آخره وعنده عائلة خمس أو سبع أشخاص أنا عايش في كندا أنا بحكم أكو عايش في كندا كندا من أشهر ما فيها كطقس بشكل عام في معظم كندا الثلوج فقلت الآن أنا إذا أنا عندي عائلة من خمس أو سبع أشخاص وعندي سيارة فراري وعندي تلج أو عندي غرز أو عندي طيم وعندي عائلة وعندي شوپنج أو عندي حالات إمرجنسي شو بستفيد من الفراري فراري بستفيد منها بريستيج سمعة بتصور معها نايس على الإنستجرام مش عارف مين على التكتوك سيارة الفراري أشوفوني وأنا بتسق سيلفي وسيارتي خلفي أوكي ممتاز طيب طيب يا سيدي تعمل شوپنج يا سيدي بدك تروح تشفي أغراض لعيلتك اللي من سبع أشخاص وين تحطهم سيارة الفراري فيش معل طيب أعلى من هيك بشوي احتجت إنك تروح أنت والعيلة مع بعض تطلع مشوار مفيش ما بركب جن بكر شخص واحد أنت وزوجتك طيب ولانك الخمسة مفيش لهم محل بايب يا سيدي المثال نظري طبعا ماشي بس أنت مشارك تتخيلوا طيب لا سمع الله سمح الله احتجت بحالية شخص مجروح بدنا نطلع ثلاثة بالسيارة واحد يمسك الجروح للمجروح وأنا أسوق السيارة ما في مكان طيب ماشي تلجت الفراري هل قد بترتفع عن الشارع تلج هل قد سبنت السيارة تعطلت لا قيمة لها طيب شو استفدت أي بيكب أي بيكب عادي موديل 1995 عادي جدا مرتفع عن الارض عجلاته كبيرة بركب فيه أربعة خمسة بحط فيه نصف البيت ورا بروح فيه وانا بدي أحسن من كل أنواع الفراري على كوكب الأرض شو استفدت ولله المثل الأعلى أنا عم بوصل فكرة إنه قيمة الأشياء الحقيقية بتبين دير بالك مش وقت الرخاء وقت الشدة هذه قضية منطقية ابتدأت فيها حديثي بمعنى أنا سيارة بيكب دابل كابين أحسن لي في كندا عنده البيكب مدل خمسة وتسعين قد يكلفني هنا فقط 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 عشرة آلاف دولار سبع آلاف دينار أردني سيارة الفراري مليون ونص حطيت فيها مليون ونص لكن لا قيمة لها عندي إلا صور وانستجرام وبريستيج وبوقت معين لأشياء معينة بينما هذيك صح ما رتعطين ممكن ما رتعطين بريستيج ممكن طبعا البيكب يمكن ما يعطيني بريستيج فأنا أولويتي الانستجرام وأولويتي الفيسبوك واللي بشرستيجي الكاذب واللي أولويتي إني أوصل عيلتي أطلع معهم أو أديهم على رحلة أو أجيب أغراض البيت أو أستمتع أنا وعيلتي وأنا راحين واللي أجيب الأغراض وأمتدر برقم قليل ولله المثل الأعلى هذا المثال ببين لك القيمة الحقيقية الأشياء كيف تقص منه انتقلت للمثال حكيته على التكتوك قبل أيام خلاصته في عالم نفس شهير جدا جدا بكندا هنا إنسان منصف وراقي وهنا قريب جدا مننا اسمه جوردان بيترسون اللي بعرف فيكه إنجليزي يدخل له دول جوردان بيترسون ويسمع أقواله إله إله فيديوهات مرعبة جنن الناس اللي هنا قدمه هو صريح وصادق بدراسات نفسية فبيجامع التوريمتو هو فإله عبارة شهيرة جدا بيقول لك وركزوا معي خمسين بالمية من النساء المغتصبات بيكونوا في حالة من حالات السكر شربانات خمر يعني ماشي بغض نظر سكرانة مية بالمية نصف نصف ثلاثة أرباع ربع المهم شربانة كحول خمسين بالمية خمسة من كل عشر عشرة يعتدى عليهم بتكون سكرانة قال والدراسات أثبتت كمان هذا عالم نفس كينيدي ماشي طبعا مش مسلم ولا عربي ماشي جماعة العلمانية والليبرالية والموضوع عرفك أذى إلى آخره لا هو مسلم ولا هو عربي وخمسين بالمية من المغتصبين الرجال اللي بعتدوا على النساء بيكونوا برضو متعطين الكحول على درجة من الدرجات فأنت تخيل يعني لو تخيلنا مثلا خمسين دولة في العالم بالسنة بشر فيهم عاشرة مليون حالة اغتصاب أو تحرش جنسي خمسة مليون منها خمسة مليون منها تخيل بيكون لهم علاقة بالكحول خمسين بالمية من المغتصبات بيكونوا سكرانات خمسين بالمية من مغتصبين بيكونوا سكراني فالسؤال اللي اللي بطرق على البال لا إله إلا الله طب أسرح حل هذه المشكلة مشا من كل عشرة مليون يتحل مشكلة خمسة مليون توقف شرب الخمر من يجرؤ يتحدث عن هذا عشان تعرف قيمة الإسلام ماشي وين في نظام على كوكب الأرض بيجرؤ يتحدث بهذا الموضوع اثنين طب لو جرؤ وتحدث من عنده القوة ما فيش لا يهودية ولا مسيحية ولا بوذية ولا سوخية ولا علمانية ما فيه ما فيه كلاته الأديان اللي أصولها سماوية ضعيفة جدا لا تستطيع أن تقوى لأنه أصلا تم اختراقها في هذا الموضوع ونفس الدينين هم نفسهم صار فيهم شرب خمر فبالتالي هم طعنوا من الداخل فطلعوا بره اللعبة ما ضل على كوكب الأرض ينقذ البشرية هذا مثال بسيط عم بضربك موضوعي مش الخمر موضوعي حاجة البشرية للإسلام عم بضرب مثال بسيط على شرب الخمر عبر بوابة الاغتصاب شوف أنا خد جزئية بسيطة جدا جدا لأن الخطبة هنا سبعة دقائق بس ثمان دقائق مش أكثر فكمثال ضربت بالخطبة كمان مثال آخر قلت من أعلى نسب الوفيات والقتل في أمريكا على سبيل المثال حوالة السيارات طبعا هي مش رقم واحد لكن من الأعلى رقم واحد إذا ما خانتني هو اسمه أمراض القلب والسكتات القلبية لكن من أعلى نسب الوفيات حوالة السيارات من أعلى مشاكل أسباب حوالة السيارات شرب الخمر ومن أكبر الأسئلة وأول الأسئلة بتنسألها من أي شرطة بوقفك في أمريكا وفي كندا من أول الأسئلة شربان بالشربان وإذا شك فيك أنك كنت عم تحكي راسك بهز شوي تخيلوا ذاك اليوم نكتة المهم بعدين بحكي هاي النكتة أنه بسألك السؤال أنا تخيلوا من وقت ما أجيت لك أنا أنا إلي بكندا سنتين أو وشهر تقريبا يعني إلي تخيلوا 25 شهر في كندا وقفتني الشرطة تفتيش عادي بيكونوا وقفين بالشارع يعني تفتيش بفتش سيارات بيعملوا زي حاجز بيصيروا يفتشوا بآخر الليل خاصة يمكن توقفت ثلاث مرات إذا أنا مش غلطان يعني بهال 25 شهر ثلاثة أو أربع مرات بالمرات الأربعة السؤال أول سكران بضحك ببتصم بقولهم لا يعني قلوا أكيد بالسكران بقولهم عطف يعني أنا مسلم ما بشرب أصلا كده أوه ثانكي وكده وضني رائع أول سؤال كان يسألوني إياه بالليل هما مفترضين مفترضين هذا أنا يعني بحكي لكم معي أنا أربع مرات أو ثلاث مرات ناسي بـ 25 شهر توقفت السؤال الأول سكران طب ليش بسأل هذا السؤال من كثر المعاناة والكوارث والحوادث والشلل اللي بيسير والضرب الممتلكات والإعاقات والقتل والموت اللي سير وراء الخمر طب يلا تعالوا حنلقى حلو مشكلة ممكن يتحدث بكل شيء إلا مانعها شفار جيك إنه إحنا كبشر دائما مضعاف شهواتنا هيري بتحكمنا ماشي حاجاتنا مصالحنا إلى خره لكن الإسلام ما يلوش دخل لا بالعرب ولا يدخل محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدخل برب محمد ورب العرب ورب البشرية كله مشان هيك ما حاب يقدر يلعب فيه فلنو ينزل القانون ما كان بيحابي أحد أي نظام بالدكية أي قانون بالدكية مدام حطته مجموعة بدها ترعي مصالحها بطريقة ثم شوفوا لي قانون الأمريكي كلها طب محطوط لي طيب مثلا أمريكا ما تحكي عن حقوق الإنسان مثلا اطلع لقوانتنم قوانتنم هي مقرطة العصر جنب أمريكا ماشي قال لأنها ليست أرض أمريكية كان يعذبوا فيها ويسلخوا ويعتدوا ويسودوا بقول لك طب ما أنت تحقوق إنسان تقول لك ليست أرض أمريكية حطوا القانون على مقاسهم طبيعي هيك طبيعيك البشر بالقانون الإسلامي ما في قانون على مقاسك ولا على مقاسي في قانون ربنا بحطه بالعدل إليك وعليك ودك تقول الحق ولو على نفسك لو أن فاطمة بنت محمد سرقت حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقطع محمد يدها فيش فيها لا إنما أهلك الذين كانوا قبلكم أو كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف الغني الثري السياسي البارز المعروف الأبه الباشا سيادته سعادته عطوفته دولته مش عال القصرها يقول لاتها قال إذا سرق فيهم الشريف تركوها تعرف زي ما عم يشرفي عندنا الآن مع الفاسدين وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الهد كم تحريف دون عالم بالقانون الإسلامي ما فيه ما في محابة ألا لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها إسلام دين البشرية دين العدل إسلام من عظمة عدله أن بلالا العبد الحباشي قيل عنه رضي الله عنه قوموا لسيدكم وسلمان الفارسي ذو الجذور المجوسية وعبدت النار قيل له من قبل محمد صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت في المقابل عم النبي الصلبي الدم أخو أبوه نتقرب إلى الله بلعنه تبت يد أبي لها بوة من وقت ما بلشت البث وأنا بحكي معكم هاي خمسة عشر دقيقة خلال خمسة عشر دقيقة على وجه الكرة الأرضية من اثنين مليار مسلم لو نصف مليار كانوا يقرأوا القرآن في احتمالية منهم على الأقل ميتان واربعين أو ميتان وخمسين ألف قرأوا تبت يد أبي لها وأنا بحكي معكم الآن وأنا بحكي معكم في يمكن نصف مليون أو أربع مليون أو عشرين مليون لعنوا عم النبي دين ما فيش فيها عم النبي آه تبت يد أتقربوا إلى الله بلعنه في المقابل سلمانه من أهل البيت في المقابل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وين تلاقيها فرجيني نظام أمريكي فرنسي شايفين العلمانية العرجاء في فرنسا والديمقراطية العرجاء في أمريكا وين فرجوني فرجوني نظام فيه عدل على الكل عنصرية مقيتي على كذب على افتراء على خيار وفقوس على قصة حي شايفينها فنرجع لها شو موضوعنا حاجة البشرية للإسلام الله يكرمكم ويبارك فيكم أزيكم الخير فعذرا بسم الله الرحمن الرحيم هاي يد اليمين طبعا ماشي هاي هي اليد اليمنى والشاشة بتاعك السلفة فالله يكرمكم ويبارك فيكم فالفكرة كنت عمالي باطة دا قد يشرر الحل الحل إسلامي ضربنا مثل على قضية خمسين بالمئن مغتصبات اللي هم علاقة بشرب الكحول خمسين بالمئن مغتصبين اللي هم علاقة بشرب الكحول لا إله إلا الله بالحال غأ ملايين حواجث السيارات اللي هم علاقة بشرب الكحول طب يا عمي الحل لا مفيش حد يشبك حد يسترجي حد يقدر حتى العقلاء منهم ما بقدروا لأنه شهوات الناس طاغية لذلك اللص الشرعي أفرأيت من اتخذ إلهه هو هوا الآن الآلهة الكبرى على كوكب الأرض هي الهوا هوا الشعوب هوا المجتمعات هوا الفئات هوا الأحزاب هوا الأشخاص الهوا هو الذي يحكم هوا الأمريكان حطوا قونية زيما بدهم على أيام جورج بوش لما قرر أنه بده يعاقب الناس بشو اسمه بالإرهاب قل لك يعني لو سمعوا عن أي واحد بيقتلوا بذبح بلده بس كان مع أمريكا بسموه مقاتل مأجل الحرية فريدوم فايتر هذا نفسه اللي بيقاتل نفس الشيء واحد ثاني بيقاتل مأجل الحرية في بلده لكن ضد أمريكا فيسموه إيش تيررست طب وين المعيار المعيار أنا محكم أنا جورج بوش أنا أمريكا إيش بدك فيه حر أنا طب بالعدل أنا عدل مين يعني ما فيش عدل أنصاف في الإسلام أنه دين ربنا سبحانه وتعالى لم تدخله يد التحريف ولم يدخل البشر لا في وضعه ولا في تصميمه لذلك عندنا سبحان الله الخمر حرام حد شور بالخمر حد الزنا حرام ذلك مهما طلع ناس موتورين مثل الهالك شحرور يجي هاي وطلع ويجي أخذته روتانا وأخذته القنوات الخليجية وطلعوا بالبرايم تايم وطلعوا وفبلش يخبص ويش عارف يحكي كربتين بالعربي يقول لي شوي لك هاي زنا هاي مش زنا هاي مساكنة ومش عارف كذا وعورت المرأة كل جسمها بيصرحلها والصلاة مش فرضون هايو هاي لك هايو بالقبر الآن هنشوف كل أموال الخليج دفعوا له إياها وحزب البعث الماركسي الشيوعي لما ظل ينفخ فيه لكتب كتبه دنيا عايزة تنفع لقبره الآن وهو مضح حياته كلها يهاجم الإسلام دنيا استفده استخدموه كالعلكة اللي أخذ منها السكر ثم رمي ترمى بعد أن ينتهي هايو هالك إسلام باقي غصبا عنهم غصبا عن كل الليبراليين والعلمانيين والشيوعيين والماركسيين وكل الإي إي إي إيين والطائفيين وكله كالا هي قضية تذكير بس هذا مثال عمضروب لك إياه مثال اطلع البشرية مش قادرة تحل مشكلة الاغتصاب أو من ضمن المشاكل الكبرى 50% كبسة زر حرم الخمر بقول لك 50% الإحصائيات بنقول من اللي بتتم بالاغتصاب هو سكران وهي سكرانة قال اطلع أنت المنطقة العجيب جدا اطلع وبتطلع مع صاحبها بتسهر معاه وبترقص معاه وبتسكر معاه ركز معاه بتسكر معاه وبتروح معاه وهي نص سكرانة على شكته بتصحى الصبح بتجد نفسها تم ممارسة الجنس معها فبتروح بتبلغ اغتصاب يا الله طلع روعة الإسلام اتخاذ البويفرند وغيرفرند حرام الخلوة حرام شرب الخمر حرام الاختلاط حرام شوف اللي بيحكوا عنهم هي معقدين الرجعيين دنيا العالم طيب هدول الخطوات مش هي اللي وصلتها لمرحلة طبق هذا انسى كمان القضية المضحكة انه صاحبها تخيل صاحبها وطالع معاه وراح تعشكته بعدها بنقول لك اغتصبني بالملطوق الغربي يا سيدي اعتبروا بدكم اياه سموا بدكم اياه بدون يا عالم بس يعني انت شكا من خطوة طب هاي كلاتا حرام بالإسلام رحلة نهائية واحد بيقول لي طبعا العبارة الشهيرة بيكرروها الملحدين الأذكياء جدا والعلمانيين العرب الأذكياء جدا والطائفيين العرب الأذكياء جدا 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 بيبلشوا هسا السمفونية تبعتهم أعلى حالات التحرش في أفغانستان أعلى حالات التحرش في السعودية بشان يلي خلقكم بس هيك شوي استحوا عدمكم ضلكوش تكرروا بهالسطوان المشروخة هاي ماشي مين قل لك أفغانستان والسعودية أول شي بمثل الإسلام أول إشي أول إشي من هنا جبت الإحصائيات يا ذكي ناقش على الأقل بالآلهة تبعتك آلهة أوروبا آلهة أمريكا آلهة بيعطوك الإحصائيات اللي عندهم ممارسة الجنس مباح إمتى ما بدك 24 ساعة عندهم الصداقات مباحة الشذوذ كل شي مباح مباح عندهم ملين حالات التحرش والاغتصاب تعال ناقش هذا الموضوع قبل ما تدقلي ببلد العرب فلان بلد العرب فلان يعني ما عنده إحصائية يعني ما عنده إحصائية طب تعال نحكي بالآلهة تبعتك يا علماني يا عربي يا لبرالي يا عربي يا نسوية يا عربية هاي الآلهة تبعتكم مين الآلهة تبعتكم أنتو النظم الدموقراطية فرنسا أنا درست دكتوراه في بريطانيا من ضمن الأمور اللي طلعتها وتابعتها بكثب واحدة ركز معاي واحدة من كل ثلاث نساء متزوجات يعني نسبة 33% واحدة من كل ثلاث نساء متزوجات إنجليزيات في بريطانيا يضربنا بشكل شبح يومي من أزواجهن السكارة يعني نسبة يعني إذا قلنا المتزوجات من البريطانيات ماشي إلا عايشين مع أزواجهم واحدة من كل ثلاثة بشكل يومي تضرب من الزوج السكران نقطة مش الخمر الآن نقطة نسبة الاعتداء على النساء والعنف 75% وهذا الرقم أخذته من بحث قدم لمؤتمر دولي لباحثة سعودية 75% من اتصالات شرقة باريس مدينة باريس الليلية الاتصالات تصل بالليل نقطة الإحصائية عملوا عملوا إحصائية تكتشفوا 75% من كل 100 مكالمة من زوجات يشكين العنف من أزواجهم بالليل بيجي راجع بيكون الشغل تعبان ومسطل تعبغض النظر سكران اللي بده يبلش العنف والضرب قال له الحقوني باريس أم بحكي على باريس وأم بحكي على بريطانيا ما عم بحكيش على سعودية تعالوا النقش لألهة تابعتكم مش قالهتكم أنتو لندن و باغي باغي و لندن تفضل يا عمي والله يضربوا قسمة بالله يضربوا بنسحلوا وبتكسروا وبتضربوا بوكساتوا دنيا العالم هاي تعقدني حكي عن مشاكلهم هدولوا مسكينات أنا بالنسبة إلي شفقان عليهم بدي إياهم يعرفوا الإسلام بيطلع من كل هالقرف هذا كله بس أنا بنفس الوقت عم بخاطب إن شاء الله تكون في بقية خير في بعض العلمانيات العربيات وبعض الليبراليات وبعض النسويات اللي مضحوك عليهم بدي أحسن نظن فيهم وبعض الطائفيين والطائفيات اللي بتغطوا تحت أغطية معينة لكن من جول بحرككم للأسف للأسف المحرك الطائفي اللي في عند بعض منهم ما بعمم حق الدفين أنتو كله ما عم بتشوفوا شو بيصير بنساء فرنسا من الضرب والاعتداء ولا بتشوفوا مع كل الحرية اللي عندهم خليني نناقش الآلهة تبعتكم في المقابل فرجوني جيبوني خلي النظام الإسلامي ياخد حقه في التطبيق ما بتطبقش لو إيجا واحد بيده يطبقون تطلعوا أردوغام بس جاي شوي عمل تقول فيها التحسين وراء الاقتصادي وكل تحسين الوضع الاجتماعي لتركيا وكل شوي بطلع لك علماني خليه سكر بية الدعارة خليه كذا بطلع لك كمان بعض بعض المتخلفين من المسلمين اللي بده إياه بكبسة زر كانوا عنده والعيادة بالله قدرات إلهية هو سبعين خمس سبعين سنة بعلمانية بغيضة عسكرية تركية عم بنظف الوسخ تبع العلمانيين الأتراك وصخ العلمانيين الأتراك تركيا كانت من أشهر دول الوساخة والدعارة في أوروبا على بفضل مين العلمانيين العسكريين الأتراك من أفقر دول أوروبا بفضل العلمانيين العسكريين الأتراك من كل شيء بكل شيء سيئة سيئة إسطنبول كانت وصخة قذرة مع بايز بالي فيها بيوت دعارة والله نسمع عن أوروبيين كانوا يسافروا من أوروبا لأسطنبول يقضوا أيام مشان يمارسوا الجنس بتراب المصاري والعياذة والله مع البنات التركية هاي العلمانية اللي بتبشروا فيها هيك كانت عاملة من الشعب التركي طلع الآن العزة اللي فيها تركيا صناعيا وإعلاميا طلع طلع إجت النروج ولا الدنمارك أهانت مجموع من الأتراك في الطيارة مباشرة طيارة جيت يا نروج يا الدنمارك قبل حوالي سنتين مباشرة طيارة جاي من النروج والدنمارك عرضوها نفس التفتيش نفس الإهانة فوقفت على السريع وآسفين وكذا عزة وين كانت العلمانيين الأتراك شو كانوا يعملوا يهينوهم ويعذبوهم ويعتدوا عليهم وكذا كونك علماني علماني طب كان يمنعوا الحجاب وين علماني تبعتكم يمنعوا الأذام العربية يمنعوا الكذا إلى آخر فهذه كذبة كبرى جدا في المقابل الإسلام لو طبقها لما يطبق وتشوف روعة تطبيق راعة على كل حال هذه عبارة عن رسالة تذكيرية الله يصلي على سيدنا محمد رسالة طبعا أعطيكم خلاصة ما قلت في خطبة الجمعة خطبة الجمعة اللي كان عنوانها باللغة الإنجليزية إنه ليش البشرية بحاجة للإسلام وصلى الله وبارك وزاكم الله خيرا وهي يدي اليمين إلا يطلع لي واحد يقول لي إيش ربي يهده كل يمين بس الكاميرا بتعكس بسم الله بدأ أشوف شكل سريع إذا الله مصنعها سيدنا محمد إذا في أسئلة تتعلق بالكلام اللي حكيته وإلا أودعكم جزاكم الله خيرا ومبارك الله فيكم الأخت سلام بتقول لي ابنتي معها معي سنها خمس سنوات بتشوف اللايف قالت لي بحبه هذا الشيخ إن شاء الله يروح للجنة وهي لا تفهم شيء الله إن شاء الله الله يعفو لك ياها بنتك يا أخت سلام ويكرمك ويجعلها يا ربنا الصالحات اللهم آمين الله يزيك خير خليها تدعيلي إن شاء الله بإذن الله الله يعفو لك إياها إن شاء الله بإذن الله طيب والله يزيكم الخير أنا عم بطل أرجع لورا لورا كثير لأنه عشرات وربما مئات الكومنس ما كنت عم بطل عليها أنا الأخت آلاء بتقول وأنا حاليا بدرس دراسات عليا وندخل بالتاريخ الأوروبي والأمريكي جد كل ما تعمقنا بتاريخهم تعمقنا في ديننا اليوم بكتب بحث عن الرأسمالية الأمريكية جد يا دكتورة الإسلام أجمل الحلول نعم كل ما تتعمقوا في الدراسة رح تتصدموا من روحة الحلول في الإسلام حينا عندنا في الإسلام ما حد يقدر يتفعل ما فيش شرب الخمر امتهى طلعوا المسيحية كيف تم اختراقها موضوع شرب الخمر قساوسة بشربوا عادة جدا اليهودية تم اختراقها موضوع الخمر بس ما بيقدروا لا تقوى الآن المسيحية واليهودية ما بيقدروا يوقفوا بجهو العالم يقولوا بيقدروش ما فيهم خلص استسلموا وطلعوا برا ما فيهم فيش دين فيش منظومة فيش بشر رح يحموا البشرين من الخمر إلى المسلمين بس هي على عتقنا هاي باختصار فلازم نظل نوعي هذا باب من الابواب الزنا والخمر والدعار وكلها عندنا مسكرة ما فيه ما حد بيقدرت فلسف لا فيه لا حاكم ولا وزير ولا ملك ولا زعيم بيقول انا رأيي وانا اعتقد كله هاي القذافي مش طلع الكتاب الاخضر وطبع الكتاب الاخضر وشار من اياتinha القرآن قال ليه وطبع منلعنتم 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 يقول منلعنتم منلعنتم هي منلعنتم هايو شفتو كيف مات بالمجاري طبع كتاب هذا هذا المجرم طبع كتاب شال الكلمات فيها قل هو الله أحد شال شال قل قال هذه قل نزلت على مين على محمد محمد الآن مش موجود الآن الله أحد بس ما في قل هو الله أحد هو الله أحد ليش فيه داعي لقل قل أعوذ برب الناس ليه قل قل النبي مش موجود أعوذ برب الناس هيك من عنده غير القرآن زي ما بده طبع الكتاب الأخضر غير سنة القوانين ذبح الناس شنقهم مزعهم عمل بس ناس عاطفيين شوفوا له كم من مقطع وهو عم بيحكي عن الرأسمالية الأمريكية وهجوم الأمريكية الله بنسوا الناس ذاكرتها للاكت السمكة بشيروه كذا هذا كمثال أيه إلى مزبلة التاريخ وغيره فما فيش الإسلام غير القرآن موجود وحافظة القرآن موجودين البلدان أفريقيا الفقيرة اللي هي يعني بالكاد عم تلاقي ملايين عم يحفظ القرآن محفوظ شاء من شاء وأبى من أبى فهي من زاوية شفقة بالبشرية نعرفهم من زاوية أنت أيها المسلم اعتز وافتخر من زاوية هذه هي هدية للبشرية مش إلي وإلك لم تنزل لا للعرب ولا للباكستاني ولا للصوماني ولا للأردني ولا للفلسطيني نزلت للبشر كافة فمن قبيلها يصبح مسلما انتهى فهذا بدك تدرك تعتز تفتخر وتعرف واللي فيهم خيبه برجع بغير ذكر بالذات بالذات إخوتنا في الإنسانية تخصيصا المسيحيين العرب رح أظلني أذكركم حتى أكون حجة حجة عليكم أمام الله يوم القيامة أنت عم تفهم اللغة وفاهم الكتاب وشايف المنطق الأمامك وشايف العم بيسير في العالم وفاهم اللغة وفاهم كل شيء مستوعب المنطق إمتى فيه إشي عقلي ومنطقي بدينك وإشي مش منطق ومش عقلي وما بيقبله العقل في دينك وشايف قوة تماسك الدين اللي عم بنعرض عليك كل ما يوم القيامة أنا ما أعتقد فيه مسيحي عربي يوم القيامة رح يقدر ينجي أمام الله سبحانه وتعالى يقول له ما فهمت ما عرفت ما استوعبتش انضحك علي لا فدير بالكم هاي واضحة والصورة أمامكم أسأل الله أن تسبيقونا جميعا إلى الجنة لكن إذا أمنت أصلا أنت خلاص أنت خيرا مني عند الله صفحتك بيضة لكن دير بالك إياك أن تعتقد أنه اللي حفظوك إياه وسمعوك إياه رح ينجيك لأنهم حفظوك إياه ما أنت عقلك عم بوقفك وقل لا تزبطش هاي ما أبتزبطش مش زابطة أبتزبطش طب هاي والله هزابطة ما تخرش المياق واتخوها المصري فأسأل الله سبحانه وتعالى يهدي الجميع حياكم الله جميعا الله يكرمكم زيكم الخير الأخ علي التميني أذكره يدي اليمين طبعا آشي شكرا الأخ حاية الله يكرمك أزيك الخير الله طيب على الأقل إذا تكرمتم جماعة اليوتيوب وجماعة الفيسبوك إذا تتكرموا عليه ساعدوني بنشر هذا اعتبره خطة جمعة لأنه هذا شرح لخطة الجمعة باللغة الإنجليزية الله يكرمكم ويبارك ليكم ويزيكم الخير لا تنسوا من دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا